اشتركوا في القناة هذه القائمة راح تكون مشرد لمحة سريعة عن البرامج وليست مراجعة بالعمق أو in depth review لأن طبعا كلنا نعرف شو هي برامج تشغيل الفيديو وكيف ممكن أن نستخدمها بالمركز الأول راح يكون في عندي البرنامج الشهير والأشهر على الإطلاق واللي هو متوافر على كافة منصات التشغيل أو أنظمة التشغيل ألا وهو برنامج VLC برنامج VLC برنامج شهير وغني عن التعرفة باستخدام هذا البرنامج ممكن أن يفتح أي ملف ممكن أنه يخطر على بالي والكودكس موجود مبنية ضمن الملف فأنا باستخدام هذا البرنامج VLC بكون تقريبا ما لي بحاجة أني أستخدم أي برنامج تاني طبعا مع VLC ممكن أني خصص أي شي موجود بالبرنامج فأنا إذا كانت الكيبورد شورتكاتس ما بتعجبني ما عجبتني ممكن أني غيرها إذا واجهت المستخدم ما عجبتني ممكن أني غير الواجهة إذا بدي غير الإعدادات في عندي كم هائل من الإعدادات اللي بتسمح لي أني خصص البرنامج بالشكل اللي بديها الميزة الأهم اللي بتعجبني بهذا البرنامج طبعا بالبرامج الثاني موجودة ألا وهي إذا كان في عندي ملف معين فيديو معين بيحتوي على أكتر من مسار صوتي لنقول أنه أنا منزل فيلم معين من الإنترنت وضمن الملف اللي أنا نزلته موجود في عندي مثلا لنقول أنه الصوت الأصلي للمسلسل للفيلم الصوت الإنجليزي لنقول أنه في عندي دبلجة باللغة العربية باللغة الإسبانية باللغة الفلانية فأنا ممكن أني أختار المسار الصوتي اللي بدي أشوف أو أسمع الفيلم فيه أما البرنامج الثاني على القائمة ألا هو برنامج MPV بوجهة نظري وشخصيا هو البرنامج الوحيد اللي أنا بيستخدمه لاستهلاك المحتوى بشكل دائم بنفس ميزات الـ PLC برنامج MPV بيسمح لك تشغل كافة ملفات الصوت والصورة اللي ممكن أنها تخطر على بالك الكودكس مبنية من ضمن البرنامج وإنت وقت اللي بتنزل هذا البرنامج رح ينزل معه كdependency برنامج اليوتيوب DL أو YTD-DLP اللي هي النسخة أو الفورك من برنامج اليوتيوب DL باستخدام هذا البرنامج YTD-DLP ممكن كمان أنك تشوف أنك تفتح أي رابط بدك من الإنترنت اللي بيميز الـ VL MPV أنه واجهة المستخدم هي واجهة مينيمال ما فيها أي شيء مع عدد الفيديو اللي هو الشيء اللي بيهمك كمان طبعا مع هذا البرنامج اللي بيميزه واللي بيخليني أستخدمه أني ممكن أني أستخدمه بالسكريبتات وممكن أني أفتح أي برنامج أي ملف بدية باستخدام التيرمينال إذا ما كان في عندي متصفح ملفات بواجهة رسومية طبعا كمان وقت اللي أنا بشوف أنه هذا البرنامج ما بيحتوي على أي الواجهة البرنامج ما بتحتوي على أي أزرار أو أي قوائم فكيف أنا ممكن أني أعمل عملية الضبط بهذا البرنامج بالتحديد لازم أنك تكتب ملف الـ Configuration File ملف الـ Configuration File كيف رح أكتبه إذا أنا ما بعرف هون بيجي عندي دور الـ Documentation لبرنامج الـ MPV اللي تعتبر واحدة من أفضل الـ Documentation اللي ممكن أنها تخطر على بالك طبعا بعد ما تكتب ملف الـ Configuration فأنا ممكن أني أغير أي شيء بيخطر على بالي ممكن أني أغير الواجهة البرنامج ممكن أني أغير الاختصارات ممكن أني أغير مسار الصوت مسار الصورة ملفات الترجمة فأي شيء بيخطر على بالك باستخدام هذا البرنامج ممكن أنك تغيره أما البرنامج الثالث بهذه القائمة فهو برنامج Celluloid برنامج Celluloid هو عبارة عن Front End لبرنامج الـ MPV الـ Front End يعني أنه أنا هذا البرنامج بشكل أساسي بيستخدم الـ MPV بس أنا معمول في عندي واجهة رسومية أو GUI بيستخدام الـ GTK لحتى يطلع عندي مرتب أو أنيق يعني نوعا ما أكتر من الـ MPV كمان باعتبار أنه بيستخدم الـ MPV فأنا في عندي كافة ميزة وكمان اللي بيميزه أنه أنا إذا ما بدي أكتب ملف الـ وخاص بالـ MPV بشكل مانول وروح إلى الـ Documentation فأنا في عندي واجهة رسومية بتخليني نفذ كل هاي الأمور اللي عمالها اللي ممكن أني سويها بالـ MPV من خلال ملف الـ Configuration بس عن طريق قوائم وعن طريق الطريقة التقليدية اللي نحن متعودين عليها لحتى نكتب لحتى نغير إعدادات أي برنامج ونستخدمه بنفس الوقت إذا كنت أنا باستخدم ملف Configuration للـ MPV وموجود عندي فأنا ممكن أني استخدم هذا الملف ضمن السيلولويد فأنا بروح لقسم الإعدادات لقسم التفضيلات وبس بستورد هذا الملف وخلص بيكون في عندي كافة الإعدادات اللي أنا باستخدمها بالـ MPV موجودة ببرنامج السيلولويد أما البرنامج الرابع على هاي القائمة فهو برنامج هارونا برنامج هارونا بنفس المبدأ اللي بيشتغل عليه السيلولويد فهو كمان بدل ما يكون مكتوب بالـ GTK مكتوب بالـ Qt كمان بيسمح ليشغل كافة الملفات اللي ممكن أنها تغطر على بالي ملفات صوت صورة أي كودك محتملة كمان في عندي إمكانية تعديل وتخصيص البرنامج والواجهة بالشكل اللي بيناسبني وباعتبار أنه هذا البرنامج مكتوب باستخدام Qt فهو رح يندمج بشكل أفضل في حال كنت عمالك تستخدم واجهة سطح المكتب أو الـ Desktop Environment KDE Plasma ورح نذكر آخر برنامج اللي أنا شخصيا ما بحب أني استخدمه ولكن باعتبار أنه بيقوم بالوظيفة وفي حال واجهتني مشكلة كودك فممكن أني استخدمه وهو برنامج SM Player رح أحكي ليش ما حكي ليش حطيته بالمركز الأخير باعتبار أنه البرامج الأربعة اللي عرضتها ما كان فيه أي تفضيل لبرنامج عن الثاني أما هذا البرنامج فأنا حاطب بالمكان الأخير لأنه واجهة البرنامج يعني أنا شايفها من العصر الحجري ما فيها أي شيء مميز ولا تعتبر عصرية أبدا وإذا لاحظت أنه دعم اللغة العربية بهذا البرنامج سيء فإذا شفنا القوائم شايف أنه الكلمات ما لها واضحة أبدا يعني في عندي الأحرف ما لها موصولة مع بعض حتى لو ضغطت بالزر اليمين على الفيديو وحاولت أني كمان فوت على القوائم من هذا البرنامج فرح شوف أنه الخط العربي أو اللغة العربية ما نهم دعومة بهذا البرنامج بشكل جيد لكن إذا بدك تشوف أي فيديو وما بتسأل على الواجهة أو إذا كانت عصرية ولا قديمة وعلى اللغة العربية هاي الأمور ما بتهمك فهذا البرنامج كمان ممكن أنه يغنيك عن أنك تستخدم البرنامج الأساسي اللي بيجي مع Gnome أو اللي بيجي مع KDE Plasma أو أي برنامج تاني ما بيشغل لك الكودك المعينة اللي أنت بدك ياها بالنهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط الزر الأعجاب ومشاركة المحتوى مع أصدقائكم وصحابكم آراءكم وتعليقاتكم تركوا لي ياها بقسم التعليقات لشوف أي برنامج بتستخدمه وهل الأغلبية العظمى بتستخدم ال VLC ولا ال MPV ولا أي واحد من البرامج التانية بالنسبة للأشخاص غير المشتركين إذا شايفين المحتوى اللي عمنا نقدمه مفيد وممدع بنفس الوقت فلا تنسوا الاشتراك بالقناة لحتى مع بعض نتمكن من بناء مجتمع برمجيات حرة ومفتوحة المصدر أكبر يوم بعد يوم بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله